بسم الله الرحمن الرحيم ألف آف راه تلك آيات الكتاب والقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فرهم يخفلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا على كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نسل عليه الذكر إنك لمجمون لو ما تحدينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافزون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزكون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه أرسون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسؤون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها للنازلين وحفظناها لنقل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مذبناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مولون واجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما نرزله إلا بقدر محمدهم وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقي نافور وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن البارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحفرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أباء أن يكون مع الساجدين قال يا إبنيس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنصرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنصرين إلى يوم المغض المعدوم قال رب بما أخويتني لأزينن لهم في العرض ولكوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلسين قال هذا سراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من القابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على سرر متقابلين لا يمزهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا ترجل إنا نبشرك بقلام عديم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقنك من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجربين إلا آل لوت إنا لمرجوهم أجمعين إلا امرأته مقدرنا إنها لمن القادرين فلما جاء آل لوت للمرسلون قال إنكم قوم ممترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون فأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامتوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ذا براء أولئي مقطوع مسبقين وجاء أحل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفرون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أغلب ننهك عن العالمين قال هؤلاء مناتي إن قمتم فاعدين لعمر فإنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسنين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أسحاب العيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أسحاب الحجر المرسدين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصف في الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحسن عليهم واحمد جماعك للمؤمنين وقل إني ألن نذير المبين فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين وربك لنسألنهم أجمعين عن ما كانوا يعملون فاصطع بما تقمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يتيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين